السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ده شكل حلق الباب اللي حنشر عليه فيديو النهاردة هندهنه دوك وفرن لامع هيبقى بالشكل ده الشرح بسيط وسهل للجميع ان شاء الله من البداية للنهاية فلو انت مهتم خليك معايا لان بجد هتستفاد تمام بس قبل ما نبدأ في الشرح اتمنى من كل واحد بيشوف الفيديو يصلى على رسول الله في تعليق خلينا نجعلها اكبر صلاة على سيدنا محمد في هذا اليوم وفضلا وليس امرا لو اول مرة بتشوفنا اشترك معنا في القناة واضغط على الكل علشان يوصل لك كل جديد من فيديوهاتنا الجديدة والحصرية ولايك للفيديو خلينا نوصل الفيديو ده الالف لايك لا خليه خمس تلاف لايك وان شاء الله حيوصل تمام اول مراحل دهان الدوكو هي مرحلة المعجون ده معجون بلد يا شباب عبارة عن ازبداج وغيرة وبنضيف عليهم مية ونبدأ نمعجن الشغل كله نبدأ نسحبه سكينة معجون بنفس الطريقة تمام المعجون ده اللي هو معجون لندوية او معجون جدران او معجون جاهز اي معجون مستخدم في في الاساس الخشبي او في طلاق الجدران هتستخدمه عادي قبل مراحل دهان الدوكو تمام هتبدأ تسحب الشغل بتاعك كامل بالمعجون تمام بنفس الطريقة يعني اي مصمار اي خبطة اه تسحب الشغل كله سكينة معجون او سكينتين معجون مفيش مشكلة خلاف شغل الاسطر تمام شغل الاسطر عادي لو فات منك اي حاجة ما بتبانش معاك في التشطيب مفيش اي مشكلة بس بالنسبة للدوكو اي حاجة في الدوكو بتبان فالافضل انك تسحب الشغل كامل معجون زي ما هو واضح معاك كده في الشاشة تمام هنترك الشغل بتاعنا كده اقل شيء ساعة ينشف مزبوط تمام وبعد كده بقى بنجيب صنفرة خشنة رقمها 80 ونبدأ نصنفر الشغل كامل بنفس الطريقة تمام بس ضروري جدا لما تيجي تصنفر بقى تساوي الشغل بتاعك يعني ما تسيبش اي حاجة عليه يضيبك اللي خدت معجون تصنفرة بحيس انك ايه تساوي المعجون كده ما يكونش فيه حاجة مكالكاعة تحت الشغل تمام وبالنسبة للمكنة الصنفرة دي لو متوفرة عندك تشتغل بها مش متوفرة تشتغل بيدك ما فيش اي مشكلة تمام ده الشكل النهائي طبعا للشغل بعد ما انتهينا من مراحل الصنفرة انا ببدأ اصرع في الفيديو علشان ما طولش عليك في الشرع تمام نروح مع بعض المرحلة اللي بقعد كده وهي مرحلة اللازق اه بنجيب بقى تيب لاصق وبنجيب ورق ونبدأ نغلف حوالين الحل بنفس الطريقة تمام بنبدأ نسحب الورق ونقطعها ونغلف حوالين الجدران وحوالين الصراميك طبعا احنا بنعمل كده علشان نحافظ على الشغل تمام لو انت حوالين الحل مش متشطة طبعا عادي هتحط طيب بس لازق وتشتغل عادي ما فيش اي مشكلة لو انت لسه ما شطبتش الحوايط عندك تمام اما لو شطبت لازم تجيب ورق وطيب وتبدأ تلزق بنفس الطريقة تمام وبالنسبة للأدوات والخامات المستخدمة في فيديو النهاردة ان شاء الله حسبها لك في سندوق الوصف وبالنسبة للجماعة او اللي من خارج مصر اللي مش عارفين المواد المستخدمة لو اي حد يقدر يفيدنا في المواد المستخدمة يسيب لنا تعليق وانا حسبت تعليقه علشان الكل يستفاد تمام انا ببدأ اغلف الجدران وببدأ اغلف الصراميك علشان احافظ على الشغل بتاعي تمام ده الشكل النهائي طبعا بعد ما انتهينا تمام اه غلفت حوالين الجدران وحوالين الصراميك وارروح مع بعض المرحلة اللي بعد كده اه دي مرحلة الصلر طبعا احنا شرحنا قبل كده مراحل دهان الصلر كتير يعني انا ما مش حابب ان انا اطول في الشرح وابدأ اخف المواد معاك وانا شغال فاللي عايزي راجع فيديوهاتي عندي قسم دهان الابواب فيه كل ما يخص دهان الابواب وطريقة التخفيف ازاي تمام اه انا بعد ما انتهيت من المعجون بابدأ اجيب الصلر ده صلر بريتان ممكن تشتغل به او ممكن تشتغل بصلر بلدي تمام وبتخلط معهم طنر بس طنر حار تمام ممكن تستبدل الكلام ده كله بالبليستر لو عندك بليستر هتستبدل الصلر بريتان بالبليستر تمام اه تسيب شغلك كده تقريبا حوالي ساعة ينشف كويس وتبدأ بقى تشيك على الاماكن اللي زي كده يعني لو فيت منك مصمار ولا خطة ولا تجريحة اماكن بسيطة زي كده بتبدأ تشيك عليها بالمعجون بنفس الطريقة تمام اه انتهت حتترك الشغل بتاعك اقل شيء كده 24 ساعة ينشف مظبوط جدا وتبدأ بقى تجيبت صنفرة كده رقمها تمانين مستعمل اللي انت اشتغلت بيها في الاو تمام وتبدأ تشيك على الاماكن البرواز على الاماكن اللي زي كده تجيب لها حتة صنفرة خشية ما فيش مشكلة تمام اما بالنسبة بقى للبطنيات اللي هي اه اللي زي كده لا حتستعمل لها الماكنة افضل تمام وهتحط فيها طبعا صنفرة رقم 180 وتبدأ تصنفر بنفس الطريقة يعني الموضوع سهل وبسيط اي حد يقدر ينفزه بايده ما فيش اي مشكلة تمام اه بردك لو عندك اي استفسار حطلنا استفسارك في التعليق وهرد عليك ان شاء الله تمام اه انت بردك ممكن تستا تستبدل الصلر ده ببوليستر او ممكن تشتغل بصلر بلدي ما فيش اي مشكلة تمام بعد ما انتهت بنجيب اه اساس دوكو ناري ده اساس دوكو ناري بتجيبه ابيض تمام الابيض علشان يظهر معاك اه لو في خبطات في الشغل ولا كده اه يبين معاك اكتر تمام ونبدأ نرس الشغل زي ما واضح معاك نبدأ نرس البوهية واحدة كده جنب واحدة زي ما واضح معاك وبالنسبة لطريقة التخفيف طبعا ده اساس دوكو ناري او فيلر او بتجيب فيلر عادي تمام وبتخفه بايه بنخفه بالطنر طبعا تمام وبالنسبة لمرحلة دي طبعا احنا شرحنا قبل كده ممكن تراجع عندي قسمة دهان الابواب فيه بردك مراحل التخفيف ومراحل الشغل تمام اه بابدأ ارش الشغل بتاع بقى بنفس الطريقة كده طبعا كده الشكل النهائي شباب بعد ما انتهنا اه نتركه بقى حوالي ساعة يجف ونروح مع بعض المرحلة اللي بعد كده وهي مرحلة المعجون اه حاجات زي كده بتبدأ تفوت مننا بسيطة وسهلة فبتباوش شغلنا بعدين فالافضل ان احنا بعد مرحلة التأسيس لأساس الدوكو ده نبدأ نشيك عليها تمام يعني اي مصمار اي خبطة زي كده هنجيب لها يبقى مانش هنستعمل المعجون اللي اشتغلنا بيه في الاول يعني المعجون البلد او معجون الجدران لأ هتتركه على جنب وتستخدم آآ معجون حديد تمام المعجون حديد اللي مستخدم في دهان السيارات تمام هتجيبه وتبدأ بقى ايه اماكن زي كده تبدأ ايه اطلاقاتها ده المعجون ده معجون حديد تمام آآ بيجي معه مصلب لازم تستعمل المصلب مع معجون الحديد لان انت لو ما استعملتش المصلب مع معجون الحديد مش هينشاف معك تمام ناخد حتة معجون على حتة مصلب ونبدأ نخلطهم مع بعض نبدأ بقى على الحاجات اللي احنا شفناها مع بعض دي نبدأ نلقاتها بنفس الطريقة تمام ما ينفعش طبعا تستعمل المعجون البلدي او المعجون آآ العادي اللي هو معجون الحوائط او معجون الجدران تمام الافضل انك تستعمل معجون حديد ومكان مصمار مكان خبطة مكان تجريحة زي ما واضح معاك قبل شوي تمام آآ انتهيت لازم تترك المعجون لما ينشاف معك يعني تقريبا كده ممكن ساعة بس ساعة بيكون ناشف آآ كويس جدا وتبدأ تصنفر بنفس الطريقة تبدأ تصنفره بس اهم حاجة بقى انك تصفي المعجون كويس جدا يعني ما تسيبش فيه اي حاجة عليه عشان ما تبقاش مبينة معاك في التشطيب تمام آآ انتهيت من مرحلة الصنفره دي مش هروح بقى بعد كده لمرحلة التشطيب لأ نفس الاساس اللي اشتغلت بيه في الاول طبعا ده الشكل النهائي بعد ما انتهيت من مرحلة الصنفره تمام هجيب الاساس اللي اشتغلت بيه في الاول اللي هو اساس دو كوناري وابدأ اروش بيه وشين تاني تمام عشان افصل بين المعجون وبين مرحلة التشطيب اللي هنشوفها مع بعض الوقت ان شاء الله وبردك لو عندك اي استفسار او في اي نقطة مش واضحة ليك حطها هنا في التعليق وان شاء الله هرد عليك تمام ابدأ اروش بقى الشور بتاعي كده وش واتنين وثلاثة وبالنسبة لمرحلة دي انا برضك شرحت على الباب يعني احنا برضك شرحنا ده هنو ادوكو على باب خشب تمام والفيديو ده ان شاء الله هسيبهولك في شاشة النهاية لو عايز تشوفه تمام بعد ما انتهيت باب ده بقى ايه اشطب البهية بتاعتي ده دو كفرن يا شباب لامع تمام ده لون بيج اه اللون اللي انت هتشتغل بيه اي لون هتشتغل بيه هتبدأ بقى ترش بنفس الطريقة تمام طبعا انا بخلط معاه الطنر بس يعني الدهان الدوك والفرن انا بخلط معاه الطنر الحار فقط تمام نفس اللون احنا عملنا له فيديو على باب خشب الفيديو ده ان شاء الله هسيبهولك في شاشة النهاية تقدر تشوفه وبالنسبة لقسم دهان الابواب القسم ده هسيبهولك في شاشة النهاية في كل ما يخص دهان الابواب والشرح بردك من البداية للنهاية اه وبردك عند قسم خاص بطلاء الجدران في كل ما يخص دهان الجدران للبداية للنهاية لو انت عايز تشوفي القسم ده بردك هسيبهولك اه في شاشة النهاية تمام بابدأ بقى ارش الشغل بتاعي كله واحدة كده جنب واحدة طبعا لازم اكون متحكم في الرش كويس علشان الشغل بتاعي اهم حاجة ما يدمعشي او ما يسيلشي وانا برش الشغل تمام طبعا كده الشكل النهائي يا شباب بعد ما انتهينا اه يعني ما شاء الله الصورة بتشرح نفسها اه يعني مش محتاجة شرح اه انا مرضتش اطول عليكم في الشرح والتقليب البهية وازاي بخفها فالفيديوهات ده انا عملت لها فيديوهات سابق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته